اليوم حضر جيكو كيف نعمل كيكا بطريقة المصانع خير روعة ومميزة معلقة كبيرة خل التفاح او اي نوع خل متوفر عنه معلقة صغيرة بيكن بودر نحرككم جيد بديل السكر ستيفي او اي نوع تحلية النوع والكمية حسب نظام قوم الغذائي لو سكر عادي معلقتين كبار قليل من الفانيلا واحد كوب دقيق القمح او اي نوع دقيق حسب زوكم بنضيف واحد كوب من حليب جوز الهند او اي نوع حليب حسب نظام قوم الغذائي بنضع الحليب بالتدريج حسب نوع الدقيق وهي كنت انا بفرجيكو كيف نعمل حليب جوز الهند سهل كتير تقريبا استخدمت كوب الاربع هيك بنعمل الحليب نوضع كمية جوز الهند حسب مقاومة الخلط حسب قوة الخلط بنوضع ماء ساخن ونطحن الخليط لمدة 3 دقائق هيك اصبح جاهز نصفيه بقطعة قماش كمية الماء المهم ان الخلط يقدر يقاوم اقل كمية ماء ممكن بنضيفه هيك بنوضع الخليط بالقمع وبنسكوب بالصنية مثل هيك بتشغيل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل على درجة حرارة 200 درجة مئوية نضع الكعك في الرف الأوسط لمدة 10 دقائق تقريبا نتركها حتى تبرد تماما هيك بعد ما بردت نقلبها على وجه الثاني نقلبها نجيب الفراولة او اي نوع من فواكي الطازجة او المجمدة على نار متوسطة بعدين نهرسها وعند الغليان نتركها 15 دقيقة عند بدء الغليان نتركها 15 دقيقة حتى تتبخر كل السوائل وأنا بترجم دايما بوضع الترجمة على الشاشة من شان اللي ما بفهم اللغة او اللهجة نضحها بالفريزر لمدة ساعتين اقل شيء الشوكولاتة واحد كوب زيت جوز الهند بحرارة المطبخ نضع كاكاول خام مع لقتين كبيرة بديل السكر ستيفي او اي نوع تحلية النوع والكمية حسب نظام كوم الغزائي لو كان السكر عادي مع لقتين كبار او اكتر حسب زوجكم نحرك جيد هيك اصبحت جاهزة نخرج الكيكة من الفريزر هيك خرجناها من الفريزر نوضع الشوكولاتة عليها واذا انتو بتوضعوا مع الفواكه اثناء الطبخ السكر او تحلية هذا اختياري حسب زوجكم حسب نظامكم الغزائي نضع الشوكولاتة وهيك اصبحت جاهزة الشوكولاتة عطوب تمسك عليها منشان هي باردة تمسك الشوكولاتة بسرعة افرجيكم كيف شكلها من الداخل كتير هي روعة وكتير هي مميزة هلين نتزوقها مميزة اتمنى ان تتجربوها كتير كتير هي روعة مع السلامة اشتركوا في القناة